22 لاعب في المعسكر يا كريم من إمبارح بالتأكيد زميل محمد يعني 22 لو بذكر كل جمهور النادي الآلي سريعا كده بيه 22 لاعب شناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير أحمد فتحي محمد هاني أيمن أشرف ياسر إبراهيم محمود وحيد عمر السلية حمدي فتحي ديانج أفشا أحمد الشيخ حسين الشحات جونيور أجيه جيرالدو صالح جمعة كهربا باجي مروان محسن ووليد سليمان تم اختيارهم طبعا عقب انتهاء الدريب اللي كان على ملعب مقترد تيتشل كل جاهز لكن بنتنتظر بقى أكيد التشكيل اللي يكون يعني يخد بيه متسو بسماني للمدير الفني لفريق النادي الآلي اللي لعيبة جهزة كلها لكن تعرف في رؤية فنية بيكون كبيرة جدا سواء في مبارات الزهاب أو مبارات العودة بننتظر بقى التشكيل مش عايزين نتكلم على التشكيل المتوقع هو الأقرب طبعا ليه المباراة الأولى يعني ممكن بفيه عنصر يتغير بس لكن بالنسبة للمباراة الأولى هو التشكيل اللي ممكن بشكل كبير جدا يخد بيه بيه متسو بسماني هادية المباراة لكن هننتظر محمد طبعا التشكيل الرسمي لفريق النادي الآلي وسريعا كمان أيضاك لو بكلمك سريعا على معلول ان شاء الله علي معلول يكون متواجد في القائمة بشكل عام هننتظر ايضا كمان التشكيل الرسمي له متسو بسماني اللي أكيد يعني بنتمنى سواء علي معلول متواجد أو على دكة البدلاء يا رب إن شاء الله بإذن الله كل اللعيبة يكون جاهزة وإن شاء الله بإذن الله بعد المباراة نفرح وجمهور النادي الأهل يفرح 90 ديئة مهمة جدا لفريق النادي الأهل لكن هننتظر إن شاء الله نتيجة بإذن الله عقب انتهاء دي بإذن الله أكيد طبعا الرؤية الفنية هي كل بيت سمو سمان وهيكون أقرب لوضع التشكيل الأساسية ومش عايزين نتكلم في تفاصيل كثيرة لكن بإذن الله تكون اللعيبة كلها على هبة الاستادات طيب البرنامج اليوم النهاردة يا كريم بدأ إزاي والأجواء عندك في القوتيل قبل التحرك ومعادة التحرك كمال إمتى الاستاد القاهرة اليوم طبعا الاعتيادي زميلي محمد تعرف المباراة الساعة 9 فيمكن كان فيه وجبة فتار الساعة 10 ونص لعيبت النادي الآية طبعا بالكامل كانت فيه صلاة الجمعة النهاردة الجمعة طبعا لكل كان متواجد وجبة غداء كانت 2 ونص النهاردة المحاضرة الفنية الأخيرة هنا في فندو الأقامة هتكون 5 ونص ستة هيكون في سناك سريع والتحرك يكون الساعة 7 يمكن لو بنتكلم على المحاضرة أنها يكون 5 ونص والتحرك السابعة لأن بيتسو موسماني محاضراته مطولة وده ممكن بمعاكد عليها كل مرة في رسائلنا أو في بالزبط آه يمكن الراجل بيتكلم في الجانب النفسي بشكل كبير جدا زميلي محمد ويمكن كمان المحاضرة الفنية الأخيرة يمكن حبي نلفت النظر ونودى حد الأمر أن محاضراته الفنية الأخيرة بتكون محاضرة فيديو في بعض المدنين الفنيين بيكون محاضرة نظرية فقط لغير أو بيكون بس بيحافظ اللعيبة بعض المهام أو بيراجع معهم بعض المهام لكن بيتسو موسماني بيأكد على كل محاضرة قبل التحرك من فندو الأقامة بيكون محاضرة فيديو للتأكيد على لعبة النادي الأهلي على الواجبات المهام الهجوم التمركزات التغطيات العكسية كل الأمور دي فالمحاضرة ممكن نص ساعة 45 ديئة الموضوع ممكن يطاول الشمع لكن أمر مهم جدا وإجابي ولعبة النادي الأهلي المردودة ما بنيجي نتكلم مع اللعيبة لا اللعيبة سعيدة ولعيبة بتبقى مستمعة بشكل كبير جدا وعندها حالة إنصات كبيرة جدا لأن بيتسو موسماني مميز الحقيقة في الأمر اللي بيهايق لعبة النادي الأهلي نفسيا بشكل كبير الجزء الفني بنشوفه طبعا خلال التدريبات الرجل بيركز على كل الأمور لكن الجارب النفسي مهم جدا اللعيبتنا عندها الرغبة بشكل كبير لكن التهيئة النفسية ما بيكون من المدير الفني وبيكون في حب كمان من لعبة النادي الأهلي بتنعكس بشكل كبير جدا على كل اللعيبة وبنشوف اللعيبة في أرض الملعب بتموت نفسها وده اللي احنا عايزينه محمد النهاردة إن شاء الله عايزين كل اللعيب النهاردة يطلع لليل عنده لكن يبقى التوفيق إن شاء الله مع ربنا سبحانه وتعالى وبإذن الله كون المباراة من نصبنا زميلي محمد إن شاء الله بإذن الله زميلي العزيزة كريم أحمد بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإضاحات من فندق الإقامة كان معنا على الهواء المباشرة وندنا تفاصيل كاملة عن الاستعداد للمباراة حالة اللعبين الجاهزين الفنية مواعيد التحرك كمان النهاردة بالنسبة لإستاذ القاهرة الدولي الأمور متساوية الفرص متساوية 50% للأهلي 50% للوداد نتمنى يا رب الأهلي يتأهل لكن الفرص متساوية الأهلي لعب في المغرب بدون جمهور وأيضا الوداد يلعب مع الأهلي هنا في القاهرة بدون جمهور